أكد فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة على اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة المتميزة القائمة مع مملكة البحرين مشيدا بالتطور والتنمية التي تشهدها المملكة في العديد من المجالات في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي السيد علي بن صالح صالح رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق إلى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة تعزيزا للعلاقات الثنائية البحرينية الباكستانية استقبل فخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية معالي رئيس مجلس الشورى وقد تقدم فخامته بالشكر إلى مقام جلالة الملك المفدى على تشييد الكلية الصحية للتمريض في العاصمة الباكستانية إسلامباد داعيا في الوقت ذاته إلى تعزيز التعاون الثنائي القائم بين البلدين في مجال الأمن وتبادل المعلومات ورحب فخامة الرئيس الباكستاني بالاستثمارات البحرينية في باكستان خاصة في قطاعات تنمية الطاقة والبنية التحتية كما شكر لوفد مجلس الشورى ما أبداه من تقدير لدور الجالية الباكستانية في تنمية وتقدم البحرين مبديا أمله بأن تواصل الجالية الباكستانية أداء دورها الإيجابي والمفيد في المستقبل أيضا كما أعرب فخامة الرئيس الباكستاني عن سروره لتبادل الوفود الرفيعة المستوى بين البلدين ودعا إلى زيادة تعزيز هذا التواصل بما يخدم إقامة المشاريع المشتركة في القطاعين التجاري والصناعي بين البلدين كما أعرب عن خالص تحياته لجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس المزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد وإلى شعب البحرين ومن جهته نقل معالي رئيس مجلس الشورى خلال اللقاء تحيات جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد متوجها معالي بالشكر والتقدير لجمهورية باكستان الصديقة قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة مثمنا الدعوة الكريمة لرئيس مجلس الشيوخ الباكستاني لزيارة باكستان وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن فخره واعتزازه بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة وما حققه البلدان الصديقان من نمو مضطرد في العديد من المجالات في ظل رعاية ودعم قيادتي البلدين الصديقين مؤكدا أن جمهورية باكستان دولة مهمة ليس فقط بالنسبة لمملكة البحرين بل للأمة الإسلامية كلها وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالإسهامات المشهودة لها للجالية الباكستانية في مختلف المجالات في المملكة لافتا إلى أن الانتهاء من طريق الحرير سيعمل على رفع مستوى التبادل التجاري والاقتصادي بين باكستان ودول الخليج العربية كما نوها معالي رئيس مجلس الشورى بمسيرة العمل البرلماني بجمهورية باكستان الإسلامية وأهمية الدفع بالعلاقات البرلمانية بين الطرفين نحو مزيد من التعاون والتنسيق عبر الاجتماعات الثنائية والزيارات البرلمانية لتعزيز تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة البرلمانية لجمهورية باكستان مؤكدا مستوى التنسيق العالي خلال المحافل البرلمانية الدولية بين الطرفين في العديد من القضايا والمواقف المهمة بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين